صحتك؟ شيخ بارك أنا تمام إذا أنت بخير ومفتقدتك أقول لك كل عام أنت بخير وأنت بألف خير سلامة العيد بعدنا إن شاء الله إيامنا كلها عيد إن شاء الله إذا أرى ما هي اليوم شي جديد اليوم اسمها؟ ما هي؟ خلص هاي رح أظلها دائمة وهو جائب لك وحدة هاملتك يا لون أبيض أو شو؟ هم بيضة اليوم ما نتعني هم رح أجرب لك بس أدخل المطلق وقت الغداء حسنا ليس جاهزنا اليوم اليوم سيكون عندي طبعاً الفطور اللي هي سلطة الجزر هنا وسيكون عندي شراح صدر الدجاج وسيكون عندي هنا الباسترما سيكون طبقه عبانة عن صلطة وفي صدر الدجاج سيكون كلها دايت وسيكون عندي هنا شراح الباسترما سيقليها شوية حمصها وسيجعلها فوقها والغداء اليوم نشتغل فصول الأربعة من المزمية نعم فصول الأربعة من الفرن سوف يكون هنا شاورما الدجاج وشاورما اللحم سوف يكون هنا سلصة البيتزا سوف يكون هناك فوتشيني اللحمة حبل الظهر سوف نجد لها اللحمة وكريمة سلصة البشاميل وكريمة الطبخ أو القشطة سوف يكون القشطة سوف يكون هناك الزعتر البري سوف نرى بالنسبة للفطور وبالنسبة للغداء سوف نرجع مع الشف عباس حتى نبدأ ونجهز الفطور ونستقبل بكل اتصالاتكم أو أي نوع من الدهن نقدر سوف تكون هناك دهينة هذا الشكل سوف تكون حلقات بسطرما في هذه الحلقة سوف تكون لدي صدر الدجاج سوف نعطي الزبدة سوف تكون سوف تنزل سوف تنزل ثم سوف تنزل الزبدة سوف تنزل سوف تنزل نضيف الدجاج بهذا الشكل طبعاً ما رح نخلي الملح رح نتبله بالصور الصاص اللي موجودة احيانا بهذا الشكل ممكن هما نضيف الزبدة او زيت الزيتون طبعاً يوم نشتغل البيتزا رح تكون عدي اليوم اللي هي عبارة عن عجينة تكون شبيرة ستكون نسويها احيانا عدنا مقادير للبيتزا وماخذيها وانا نشتغلها هنا فرح نسوي على شكل خطأ اللي هي تكون ممكن شراح اللحم الدجاج اللحم والدجاج او النقانق اللي موجودة او حبل الظهر او اي نوع نقدر نضيفه شو نحب احنا نقدر نسويه سلين اوكي قلبناها بهذا الشكل تحضر اللحم ساعة عدة جاهزة الباسطرما بهذا الشكل سأضع اللحة ونجعلها طبق هذا الشكل سوف نحضر صدر الدجاج سوف نحضر الطبق ونجعله قطع الجبن سوف نضيفه سوف تكون هنا السلطة موضوع من الخس لديهانة الحامرة سوف تكون لديه خلط طفاح والخس سوف نضيفة الماء بلغم نقطع الخس نقع بالمي شوية مي بارد حتى ميز بل عدنه ويبقى حافظ على شكله حتى من نضمه بالثلاجة نقدر نخليه بالجلاتين ونخليه هناك خساح يكون هذا الشكل هناك خلال هناك خلال لهانة هناك خلال لهانة متبلة وكاملة رضيها فوقها بهذا الشكل ونقوم باستخدام الوقت هناك خلال لهانة بان من قبله ونقوم باستخدام الوقت ونقوم باستخدام الوقت كمية سوف تكون كافي هنا سوف تكون هنا قطع الباسطرمو هذا الشكل راح اضيفه سوف نرى صدر الدجاج سوف نرى صدر الدجاج الذي موجود لنا سوف نرى كيف يهز لنا سوف تحفص لنا لصدر الدجاج سوف نرى صدر الصلاة سوف نرى صنع سوف نضيفه الآن سنتظر تقريباً 3 أو 4 دقائق على ما يجهز عندي صدر الدجاج سنقطعها ونجعله الطبق الرئيسي الذي شحناه ستجعله إضافة ليمون أو ملح أو فتش ليمون لا أضيف لين هنا يكون لهانة متنبلة هي الخلط تفاح أضفته فوق الخس ستجعله فوق الخس سأضيف بعض الأرجان ما هو الطعام الذي يضيف؟ الزعتر البري سأضيفه هذا الشكل الأعشاب تكون طبيعية لا تكون بها هواية من الدهون أو الموالح التي يضيفها ستكون طبيعية أكيد أنا أكمل مع الشفاء حتى يكمل الفقرات أكيد من الفقرات المطلق بعد أن نتعرف لدرجات الحرارة اللي دائما تكون من أنحاء العالم دعنا نتابع أتوقع أنه أكو دجاج بالموضوع أو صدر دجاج صدر دجاج صدر دجاج أستوج عشيتي عليها سجل أيبا الله أنا قلت لك ريحة معرفة كأنه فلفل أو الصوية ما عرف شمه هي ريحة إنها عبارة عن الملح وخل وخل العنب وخل العادي هو خلط طرشي ويكون بها قوية من الكحول موجودة بها من نفس الوقت تتخمر اللحم أو الدجاج وتتطيع الملح يجب أن يكون مملحاً جاهزاً. هل تنسبلها؟ صدر الدجاج لا تنسبل. لا تنسبل. يجب أن نضيف الطبخ. الآن سأخذ قطع صدر الدجاج. هذا الشكل. هنا. نضيف الطبخ. نضيف الطبخ. هذا الشكل. هل تنسبل؟ تنسبل. ماهو اليوم قاعدت بس. لا أعرف ماهو. لا أستمعني. لقد قلت لكي أردوك. طماطر. مزمون على الطبيعة. مزمون على الطبيعة. صحب. يصبح لديه في هذا الشكل. هذا الطبخ. ماهو اسمه؟ إذا أريد أن أطلب هذا الطبخ. ماهو اسمه؟ سيزر صلط. لكنه يكون الناشف. لا يكون في الكريمة. الكريمة للمال السيزر. ماينيز. نعم. ماينيز هو دهون. هذا يكون بدون دهون. حتى صدر الدجاج. لا يوجد توابد. ولا نوع من الدهون. الموجود الباسطرما. دبت الدهن مالتها. هذا الشكل. سيكون خفيفة الطبخ. نرى صدر الدجاج اللي موجود. وصح يكون. مية بالمية. هذا الشكل. أسه. نشوي من الزعتر. سأضيف فوقها. هذا الشكل. سأقول لك. بالعافية عليك يا صدر. عشت إيدك. بالعافية أكيد للمشاهدين. اللي دائما معبودهم. شفعبات على هاي الأكلات الحلوة. وعدنا فقرة الغدة. اللي هي تبلش ساعة بالدعش تقريبا. نعمة مشاهدين رجعنا وياكم من جديد. أكيد وصلنا لآخر فقرة من برنامج. يوم جديد فقرة المطبق مع الشفعبات. وصلنا إلى الغدة. رح نخلي لكم. الأرخام متاحة للجميع. إذا حابين تتصلون أو لا. شو آيدا حساسي بهم كل شيء قصيرة بالاسم إلي. لأن شفعبات يمكنك اللابة. بس إنتي أنا بل أن أصلك قصيرة يعني. معا؟ سيبوعة. شوفي. لا. بلأ دقيقة هسا لأنه آني وآني مو كسيرة. ها. أنت لأنه لابس هاي كوش طويلة فهمت بي منه أنني كسيرة. سحنا أنا هعوف هاي. يلا بالله مخرب. لا مو أخرب. هعوف هاي. اسبار حقيسها هنا قياسها. لا اسبتنا بقيسة. شوفي. با شوفي. شوفي. يا أبا آني كسيرة. ها. أكيد عباس. خلينا نقول للمشاهدين. شنو اليوم طبقتنا اللي هو البيتزا. يليوم حنشل البيتزا. ها. حشينا شنو المقادر. ها حيكون هذه المقادر عجلة البيتزا كيد معروفة هي وحنا اشتغلناها. نعم. بس ححكون عندي الحشوة الأساسية اللي هي. أول شي لدينا صلصة البيتزا هتكون موجودة. صلصة البيتزا. هاي رح أكون عنده ها شعور ملحم. شعور ملحم. شعور ملدجاج. الجبن. هناك نقانق البابروني و هناك سلامي الدجاج و اللحم أكيد الزيتون الحلب و الجبن وأشتغل معها الفوتشين باللحم لدينا اللحم حبل الظهر و هناك الفوتشين سلقه و ستطلعه و أحبصه و كريمة و سلصة البشاميل و جبنة البالمزة ستكون موجودة و سوف نرى كيف يتفاصل فوتشيني اختيلي موضوع بالبيزة لا سيكون هذا طبق واحد سيكون طبق واحد سوف أخليه بالسلق سوف أبدأ السلق سوف يكون هناك شيابس سوف نشتريه سوف تكون شيابس العلب سوف نجعله سوف يختلف عن السوق سوف أكون عيني عني هنا و أنت سوف تبدأ معناتها سوف أبدأ سوف نشتغل البيزة طبعا مقادر البيزة موجودة سوف تكون لدينا موجودة سوف نفتح العجيمة سوف نفتح العجيمة سوف نخليها على الشاشة أكيد سوف نشتغل البيزة نص كيلو ملعقة طعام ملعقة طعام ملعقة طعام بنفانيلا من خميرة من سكر خليب باودر ملعقة طعام وزيت زيتون ربع كوب وميدة ثقوب سوف نصبح عجيمة سوف نصل عجينة البيضة سوف نفتح العجينة بهذا الشكل سوف نكون لديها الطحين هنا سوف نكون الشيابك بيدي بهذا الشكل سوف نضيف يعني بدون زيت لا بدون زيت تنفتح بس إذا نخليها بالصينية سوف نشل شوي من الزيت طبعا من زمان ما فايت المطبخ وما مقتوية الأكلاب ما هي الرهمة يا عباس؟ ما هي الرهمة؟ العجينة كل شيء يمكن أن يقوم بعمل العجينة والأكلات والله سجاء إذا لم تتحدث عني على الطبخ تكون الأمور اوكي تماما لا تتحدث عن الأكلاب تخرج طيبة هذا الشكل سوف نحرك نحن نضيفها ومثاله وعشر قماناته نفسها حتى تكبر عدي إذا مدد أتضحك ما هذا؟ سوف نكون هذا جبنة البار المزاد سوف نكون هذا سوف نضيفها للفوتشينو الذي موجوده سوف نرجع بهذا الشكل سوف نشيح نشغل بالشيبك بهذا الشكل يعني كل هداوة نشتغل ما نشتغل ندوسها بقوة والمكان العالي ندوسها إذا نحشي لي هاي الطاوة اللي خالها انت شون روح نخلي بها نخلي بها اللحمة سح نخطحها نخلي اللحمة ها ها تمام لحمة الظهر قصدك هاي مظهر تتخطع وصير مكعبات ايه مكعبات حبل الظهر مختار اليوماني ونضيفها اذا تطمئ لحمة الظهر يعني لازم اكيد اذا افوت للمطبخ لازم اخووه احببها هاي العجينة صلت عدي بهذا الشكل اوكي نشيناها منها راح نخلي اخلي هاي هاي هنا أنا شوية حتى شنو مقطع هسا نحمة الظهر ها هجيب الصينية اباس انا موقت لك دائما جيب هاداني اللي كلابز علاقه دايدي نعم نجد الميت يومي على ايدك الميت يومي ميت يومي يومي ستكون عديا سوف نجدها بالصينية بهذا الشكل نجد ميهودة نجدها بهذا الشكل أحب أن نذكر أن هذا البرنامج برعاية مطابق الديان وديكورات وتكون هذه الأكلة الجميلة برعاية مطعم أوسكار الوكالة التركية في بغداد سوف نجد هذا الشكل سوف نجد هذا الشكل سوف نجد هذا الشكل سوف نقطع هذه اللحمة على شكل مربعات سوف نقطعها هذه نفسها سوف نقطعها مربعات نقطعها بهذا الشكل سوف نقطعها سوف نقوم بسكار سوف نجدها سوف نقطعها سوف نقطعها لا ماهذا سوف نقوم بسكار سوف نقوم بسكار طبعا مثلا تشريب الباتشا أو الهبيط كلما كنت تنسلكك في مايكرويف ها سوف تنسل الصلصة سوف اضع الصالصة هنا الصالصة التي بها من الورق الغار سوف نضيفها هذا الشكل سوف اضع جيد ما هي نأخذ التصالات حتى العلم تعرفين ان تتسا و سجا حتى تعرفون سجا هذا الشكل سألون ما هو سبب انه اسم الفصول الأربعة عباس صراحة نحن نعرف بيتزا بيتزا ببوروني مارغاريتة من أربع مواد تكون داخل البيتزا نحن نحرك فوتشيني بهذا الشكل حتى من ينسلك ينسلك سلقة حلوة هنا ضعيفة من الملح اضفت له طبعا بالسلك و سوف اضيفة من الزيت اضيفة من الزيت و اضيفة من الزيت و اضيفة بعض الشكل و نحرك و سنتظرها حتى لا يعدى جهازها الآن نأخذ الشاور و الملحم لنضيفة من الزيت الملحم واللحم واللحم وحفرشة و هذا الشكل تُضيفة من الزيت الولد و نحن نقوم بإمكانك تأخذ الشاور واللحم بالدجاج سوف أخذ السفحة كيف سأعرضها؟ نعم سأمضحن كيف سيف directive؟ نعم نحن أفضحоб ننشائها نظيف حرارة يجب عليها أفضح الزنف انتعض كما رأى حسنا نأخذ البابرون الموجودة هنا سوف أضيفه هذا الشكل يعني أقلبها حتى شنو لك المزيد طبعا نازل تتقلب هذا الشكل ما نخلي لها بهارات أو بعد؟ بهارات ما تجدين خليهم بهارات كيف؟ يعني أقول أخلي المفروض حسنا مثل ما شكله هنا أعدي سلامي شراح السلامي أحضيفه باشيكو نأخذ أول متصل لزهراء من أم زهراء من صلاح الدين أم زهراء السلام عليكم السلام يا أم زهراء ممكن عجينة الفطار السائلة عجينة الفطار السائلة حسنا سأكون حسنا موجودة على الشاشة عجينة الفطار ثلاثة أربعة كوب من الطحين كوب من الحليب السائل و سأكون عندي كوب من الماء وياهن و سأكون عندي ملعقة بيكين بودر طعام و ملعقة من الفانيلا سأكون عندي طعام سكر واحد ملعقة رشة ملح سوف نضيفها سهلا سوف تكون لدي 1 ملعقة طعام مسيحية سوف نأخذ كل المواد سوف نأخذ نأخذ نور من بغداد السلام عليكم السلام عليكم سوف نأخذ الحمد لله انت شونك الحمد لله سجع سهلا ينور صباح الخير سلام عليكم بس ممكن شؤال نعم أريد شف عباد صار من الدهينة 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 ايه ات صار قبل فترة اه شون شون قبل فترة بس انتظري بس انتظري بهذا السبوع ان شاء الله يمكن نسويها هذا السبوع يسوي لتشاهة عباس اه اوكي شوية احب ندعها قبل اليوم الدجاج ممكن لا احنا لدينا طريقة ممكن بساعتين يكون ياخذ التخميرة شوية نزرفها بالستشينة ساعة او ساعة ونص نقدر نضاعف المواد نزايدها ساعة ونص او ساعتين نقدر شوية شكرا نزرفها ناعمة يعني الفقد والصدر والضار كلها وخليها بالتخميرة اوكي ورا ساعة ونص او ساعتين نخليها بالتخميرة وبالعافية علي ام علي من بغداد صباح الخير يا ام علي صباح الخير يا ام علي ام علي شوانا شدتي اخبارك الله يخليك وعني نيك عن البرنامج الحلي فدوة القلبك الله يخليك من دوخت الله يخليك من دوخت كل عام متوفيك صحة وسلامة ان شاء الله وسلامت لهم الله يخليك حتى نشارك ونسليك فدوة القلبك الله يخليك مع السلامة مع السلامة الله يخبرك شوفي بيزا شون صارت اوه عشب احنا جانا وعدي حتى نشوف شكلها افتك دقيقة رجعت يا تيتشي افتك دقيقة رجعت نون انت بعدها نحمص بلا احنا نحكي لي اريد شي اخلي احنا تخلينا السويا اللي هو سويا السوس موجود هذا راح يكون عندي راح نخليها حتى داخل السرنة نحن نضيف اوه مثل ما اشوف اشوف عباس اوه وناخذ المقادر تكون للبيتزا حتى تكون اوه اوه مثل ما اشوف اوه 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 محجرا الرب ان اوه عن أجينة الفيزا المقادير اللي هو نرجع ونكررها بيكين بودر ملعقة طعام وطحين نس كيلو فانيلا ملعقة طعام وخميرة ملعقة طعام وسكر ملعقة طعام وملعقة طعام من الحليب البودر ربع كوب زيت الزيتون اخر شي ميدافي كوب وربع هسا انا خليت الصوية عباس شوي ممكن اضيف لها ليمون اضيف لها ملح اضيف لها شنو بالضبط هسا اشوف اضيف لها ملحة جميعوا اضيف لها جميعوا 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 أكيد للي حاب يشتغل البيزا مرة ثانية أو ما لاحق يشوفنا من البداية بالمقادير رح نخليها موجودة بالشاشة والعجينة البيزا المقادير وتقدرون تاخذ لها صورة والأرقام رح تكون أكيد موجودة للجميع اللي حاب يشارك يتصل على الأرقام المتاحة أسفل الشاشة شوفني هذا ما تفيا أولا أتوقع أنه أنا خربتي شوي هنا هنا هيتشيشي أفعني ما أمني والله ما ليس لديها بأخية و ألا أنت كرفت لا، كيف تمكنك أن تستعمدتها . يجب أن تكون الصوية؟ نعم , كفت و سوف تكون اليسر و سوف تكون صلصة هذا ما بقيت الصوية لا بقيت الصوية فقط تكون الصوية لا، لا أضع الصوية أضع الصوية مثل ما عشفنا هسنه هنا حلو رح نخلي شوية من كون عدي هنا ورجانه اللي هو زعتر البري هذا الشكل هاي شنو جتيب الغار هاي رح يكون الولق الغار يعني ماء زفرا يكون اخذي اخذي الله هitchens اذن مثل ما شفنا واخذنا احنا المقادير كلها ا General K someone will be prze behöver وتتكونكون تاقيبا 20 دقيقة سمتونى العزة حسنا نرى نعم هاهاهاه crise هاهاه ايسيا ايس أتصالات أين هم؟ أتصالات يلا أتصالات إذا أحس سأل سأل سجل سوى الأكلة طبعاً أكيد نأخذ شوية من بهارات اللحم سأضيفها هذا الشكل هيا بهارات حارة لا تكون هي بهارات الخشنة يعني تكون العشبة ضفناها وياب هذا الشكل هسا وراها هسا نرجع نحن نرجع نأخذ إذا أنت تدري أنا كل زين دا أتحسس من البهارات دا أتحسس من الفلفل حارة إجيت وخليتها عناد بي طبعاً أكيد أعناد بي أعناد بي أعناد بي من يصر بي شيء أمره تعرف قيمتي وجودي بالمطبخ هنا لا أتركب الكل هنا بعد ما عدنا مقادير إذا أنت موت يلا خلي هنطلح الفوتشيني بعض الشكل فوتشيني طلع مني أحلى شو دا أحساني فوتشيني بصمراً ماذا تقلت؟ فوتشيني لا لا متح uns تقليعي فوتشيني نأخذ مؤيد من الخالص مؤيد صباح الخير يا مؤيد صباح الخير صباح الخير صباح الأنوار ماذا تقليعي؟ الحمدللله بخير صباح مخباركم صحنا عملين إذا أنت بخير كيف تفعل اليوم؟ الحمد لله خير بحير نسل وياك الشيفة سجع طبعا ممكن يشتاق هذا برنامجكم أصلا الله يسلم ويسلم على الشيفة عباس حبيب غالي نورتني الله يسلم ويسلم عليك ويقول لك نورتني الله يسلم ويسلم ويسلمون على أستاذ عمار حاضر يوصل يوصل ماذا تفعل اليوم؟ تفعل دجاج دجاج شنو بعديات من أحمر قلينا شن المطادير ويسلم 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 على دجاج الله بالأخذة منهم سوي يعني حتى أسألك على المقادير لو ما تعرف المقادير وما تفعل المرأة بعد المرأة سوت عباس ما يعرف المقادير ما تغشي شك يعني ما تقول لك المقادير شنية؟ لا لا ما أسأل ما يسأل با أبا يعني معناته أنت تلقي الأكل جاهز وتنطي رأياتي بالأكل مو؟ هو البنات الواقعين بياه شفت الشون؟ أم أنتو على الجاهز يعني كل شي على الحاضر أنتو نشت تعرفين شي تلك؟ نشتت وها هي نعمل الشغل نورا ورواحهم جاية شنوش؟ أوكي رحت شغلكم ورجعت وبعدين يعني شنو ترجمة؟ لازم تنطون عذر تتلاحظ الشباب؟ ايه مرحل ما تدخل شنو صحك عمالو؟ ما تدخل؟ أحمد الله بالعافي عليك أكيد يوم أمي عافيكم ممكن شيف عباس؟ أتخذ ما يكون حقاني؟ انتحصل على الوقت حقاني فقامي لا ممنوع يوم جاية مؤيد حقا حقا يوم بداخل البحر جاية مؤيد حقا حقا كنت تعرف لذي أنا أتعرف لماذا أتركلا الخاص؟ أنا أتسألة مؤيد ويانه على الخاص؟ انا لست هيئة احتيت معلومات جزها افتح مطعم و معلومات شفوان افتاح مطعم لا اعرف اطمق الناس وانا اضع الماء نضع الماء اغسلها بالماء البارد لا اغسيتها بارد اطلع اغسرتها بالماء البارد ايضا اخذ عباس ايضا اخذ العباس عباس اينك يا عباس من واصل صباح الخير السلام عليكم السلام شونكم حباس اهلا و سهلا شونك عباس والله الحمد الله شونكم انتم والله ايان تمام وعباس تمام تحياتا انا شيف عباس انا عميت مع عباس اسمو شيفاني دي البالك تكون شيف لو سمحت شونكم اخباركم انا حبيت اشاركي بقصيدة يعني ما عندي يلا اوكي اوكي بقصيدة يلا اسمح زن دقيقة دقيقة هاي شنو قصيدة غازل شعر شعبي شنو خنفتهم لا لا غزل مهداقلة تحظر بي هاي المنزل خنفتهم بس عني من ديال ومهوكي ها من ديالة تحياتنا كيد لكل اهالي ديالة حشينا هاي شعر المن رح تقدمة للرشيد الاحد معين لا لا انت الان ساعت ان شاء الله يلا خنفت بحب الغازل يلا خنفت بحب الغزيل نسمع يلا يلا اسمعي يلا اسمعي يلا اسمعي يلا اسمعي يلا اوكي اقول لك مش بهيك وموت متمنيك اسكي ثلاث ثالث شيف يلي الله يلا اسمع دمر بي شون غرا حرق الدنيا وكل شي ما اخلي يلا هلا يلا بالمدخي لك بي اقاف علي اشمر مرن الصبر ما اقول ما تحلي مو تضرب معتك وانت عاي شوين هجرك ما لدعه انقطرت يلي حبيتك وغيرك ما تريد الروح وش ما خي فتح تقول خي ولي اللي حد القمر ما يقلب النجمات ما طاح القمر ما طاح متعلي اي وانت وهذا طبعك من هذاك اليوم انت وهذا قدرك من هذاك اليوم واليومك حبيب وشيد وخلي على بختك وحقك ما نحمل فراد شو قل شوف وجهك مشتعل كلي الله ومثلي القمر مني انخسف مثل الشمس منتين كسس وتخيل انا بدونك مصيوب وصواب وكلف للموت قايد من النجم بلحظة عشبه وانسعت له وانت قتل شلونك تبريني 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 وما بدلك بلب قلب على طاريك يرف شدية تلك رتبة ولفة على صبحت مجنونك يلي ياوة ان الالف ما نفترك كتف بكتف ومعاهدك ما نخلفه بسم اليك ما اخونك ما اخونك ما اخونك ما اخونك ما اخونك من حبك الهلوى تشف وبحب ما تزهق وعثك ياوة صح لسانك ويجعل الليلة مثلونك وشكرا للك ما زن ياك اللي اشترت شابهمي يوم وزهم صرت حوزان شاعر ما اشترت وستزمت لحيوني يلا يا عباس هياك بلتاكن بلب الحشة يلا انك حيون من الرشة مهما حشة الواشة عباس الاطمع انت انك وقت زايت كافي هاي هاي عباس البيتزة احترقت عباس عباس البيتزة احترقت وانت وانت اش ده نسوا بيني صح لسانك وشكرا للك هاي hashidate وقد تبجه هجول قلبك و dew شكرا للك عنا القصيدة شكرا للك شكرا للك سجب عليك كرين جلدي بعض ما طبحت شوفي من طلبين بيتي أي قصايد، كتوج، أشعار، حتى شيء في الصين الكل ينطين القصايد رجال كم وطايدنا قصايدة؟ زين عباس حشي لي ملح ما نخلي إضافات ما نخلي هنا خلينا قلنا الصوية واللحم حمصناها وخلينا شوية من الأرجال الوزعتها رضفت أو ضفتنا شوية من البهارات اللحم اللي حمصنا بها اللحم خليت شوية من الخضار وخليت البشا ميل وخليت شوية من الكريمة أو القشطة ماذا يطولها عليك؟ حسنا فاروق 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 صباح الخير يا فاروق 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 اللعم عليكم السلام يا فاروق شيفنا العزيز حبيب الغالي، شخ بارك أنت الله يحفظك، الله يخليك فاروق صباح اليوم موضوعنا سويت البيتزة الفصول الأربعة سويت يعني البيتزة بالحجم الكبير سكون باللصينية مع الفرد وسويتها اليوم الفوتشيني سيكون عندي هذا من اللحمة والخضار ضفنا له مثل ما شفت عجمتك الطبخة له شنو عجبك؟ لا، لكن تنسي شاوة ما خليتها شنوية؟ العسل 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 العسل؟ هي، كوامك عسل ما خليتها ها ها، العسل سجى، سجى العسل ها حبيب الغالي نورتنا، شكرا لك الغالي شكرا لك يا فاروق شكرا لك يا فاروق شكرا لدينا سجى ها هي اوكي؟ ها ها ها، مثل ما شفنا؟ سبق عباس ناخذ سأل، نسيت سألك سؤال جوعه؟ إنه هاة سأل بعد من استعمالها أكو بي مشي يخلون يخلون الكرافوس نا، سجع نجي على الفوتشين لا، لا، والله، يخلون بها يعني ما خلون بها يبقاتون ها 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 خلينا أحكي علي الطابقة هي تحدث يقول الفوتشينة أو بعكورونا أو بعكورونا نجح لأكلها كل واحدة اللي ها طعم كل واحدة، أكو بالقشطة فقط أكو بكريمة الطبق فقط أنت تخضن هذا يا صاح أكبر أكبر بولونيز اللحم القيمة أكبر شرائح الدجاج أكبر الخضار يكون أكبر جملة البرمزان كل نوع كل شكل يكون مع كورونا أو الباستة هو يكون نوع يعني كل شكل يكون نوع أو طبق خاص هل أنت ثديت النار أم لا؟ هل تكون على نار هادية هل تكون على نار هادية حسنا نشوف أقدر أشوف البيتزا نأخذ نظرة على البيتزا هيا رح تكون يعني ما أحشي لك الشكل يجنن الحجم كلش عائلي تكفي كم شخص تقريباً هيا تكفي العائلة كاملاً مثلاً 8 أو 7 شخاص تكون تكفي هيا فهاني خلت بها ثقن حتى تكون أحشي للثقن أقو بها يحطون أطرافها جبن أطرافها جبن ممكن أن نحشيها نحشيت الأطرافها تكون نقدر نحشيها نخلي جبن الأنبور أو أي جبن أو صوصج نقدر نحشيها حسنا نجي هنا نشوف الطبق مالتنا نحشيها 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 نضيف حلقة هذا الشكل نعم دعنا كريمة الطبخ والقشطة مثل ما عشفنا هذا الشكل صعب ستكون هذا اللحم حبل الظهر طبعا هذا اللحم يكون طري حبل الظهر يعني ما يكون من السلقين نحن قطعناه أباس وخلينا معي السوية وخلينا معي لا معيه مبهارات ما اسمه؟ الزحتر وما ستكون بالأخير هنا جملة البار نزال ستكون معيه هنا ستكون معيه هذا الشكل هذا يكون الشكل من نهاية إلى حسنا ما نقعد بنا؟ نقعد بنا ننتظر لأن تستوي البيتزة ننتظر البيتزة نحب أن نذكر بأن هذا البرنامج في رعاية مطابق السلديان والديكورات وتكون هذه هي جميلة برعاية مطعم أوسكار الوكالة التركية في بغداد نجح هنا نرى البيتزة البيتزة لها قليل ولكن سنرى شكلها بعدين نرجحها بالفرن نحن نجد نقعد بنا تقريبا هناك وقت تقريبا ثلاث دقائق ثلاث دقائق ثلاث دقائق ثلاث دقائق نحن ننتظر ثلاث دقائق وليس سأناقض نفتح من كتلك من المشاهدين ما ننقطعها وبعدين رجع لهم أو من أجل gravتي لا تقطع لا تقطع ما3000 ماكو تقطع هالك هذا راح يكون عندي شكل طبعا ورما يجهز من فوق الجبن تكون الشكل بعد احلى راح يكون عندي هذا الشكل النهاي يعني انا اتوقع انه اذا تريد تجهز كاملة خمس دقائق ببا 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 ايه تقلي من على هاي الشكل يكون بيها خمس دقائق اذا شن رايك رجعها بما انا شافوها المشاهدين خلاص اوكي اسن راح نختم بيها نختم بيها بعدين رجعها راس بعدين سجل راح تقولكم شنو طعم البجزة اللي سوينا انا انا اقبلي لهم اه انا اقبلي لهم انا انا معناتنا اختي تحكينا الصراحة هذه الاكلة برعاية اكيد مطعم اوسكار وهذا المطبخ اكيد برعاية مطابخ السنديان وعشت عندك شيف عباس ويدك سنكون هنا باكلة جديدة من الفطور ومن الغد واكيد سيكون عندنا من البرنامج يوم جديد مثل ما احنا معاوديكم يوميا ضيوفنا مميزين اكيد فقراتنا متنوعة وكل شي جديد برنامجنا شنو اسمه برنامج اليوم جديد يطيك الصحة والعافية شكرا سنكون اياك اكيد بفقرات جديدة نعم مشاهدينا هذه اكيد فقراتنا اليوم انتهت وبرنامجنا اليوم خلص انتهت باش راح نكون اياكم اكيد من ساعة التسعة الى ساعة اثناش بث مباشر عبر قناة الرشيد الفضائي باي باي انا سمعتك باي باي موسيقى